مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الخاصة بالمولد المكرسة لذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم حدث أضاء عالم الروحانية وسجل في تاريخ الإنسانية اسمي إسراء حميمين مقدمة البرنامج لهذه الحلقة الخاصة اليوم لذكرى ميلاد نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قد دعونا السيد محمد زيوب والسيدة سيدة جاوت ضيوفنا في هذه الحلقة الخاصة هم محمد زيندي الكنوني وسلمة المزامسي الإدريسي مرحبا بك محمد مرحبا قل لي محمد من هو محمد صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم هو مولود في مكة المدينة عام 570 من التقويم الميلادي وهو آخر الأنبياء في الإسلام وولد محمد في قبيلة قريش وكانت ولادته مبشرة بالعديد من الآيات السماوية ونشأ كيتيم واشتهر بأمانته ونزاهته مما أكسبه لقب الأمين عندما بلغ الأربعين تلقى محمد أول وحي في غار حراء حيث نزل عليه الملك جبريل عليه السلام بالكلام الوارد في القرآن الكريم مكلفا إياه بالدعوة الإسلامية للتوحيد والرحمة والعدالة والتعاطف مع البشر وتوفي محمد صلى الله عليه وسلم في عام 632 من التقويم الميلادي شكرا للمحمد قل لي أيضا محمد ما هي ذكر المولد النبوي ذكر المولد النبوي هي مناسبة نقوم فيها بتلاوة القرآن والقاء محاضرات وخطابات كذلك بالقيام بأعمال خيرية تأسيا برسولنا صلى الله عليه وسلم شكرا لك محمد قل لي السلمة ما هي فوائد الاحتفال بالمولد النبوي شكرا يقدم الاحتفال بالمولد العديد من الفوائد يمكن تلخيصها في أربع فوائد رئيسية وهي أولا تعزيز الإيمان يقوي الاحتفال بالمولد النبوي الإيمان من خلال التذكير بحياة نبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعالمه ثانيا التعليم الديني تشجع الاحتفالات بالمولد على التعلم وفهم الدين ثالثا تعزيز تلاحم الاشتماعي تعزز الاحتفالات الروابط داخل المجتمع المسلم خامسا التعبير عن حب واحترام النبي يعبر المؤمنون عن حبهم للنبي وقيمه في الختام يقوي الاحتفال بميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان ويشجع على التعلم والتلاحم الاشتماعي ويعبر عن حب النبي مما يساهم في تعزيز الطراء الروحي للمسلمين شكرا 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 شكرا